تعز مدينة نعم المدينة سقها الصبح نسبته ولنا سقها الصبح نسبته ولنا أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في موعد جديد في رحاب الحالمة مواضع عدة ستجكل بناء هذه الحلقة في أولى المواضيع سنصلت الضوء على احتفالات تعز بعيد الأضحى المبارك وسيكون لنا لقام مع أحد المختصين للبحث في تأثير هذه المناسبة على تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية كما سنعيش وإياكم أجواء مهرجان قلعة القاهرة الفني الرابع وما يحمله من رسائل سلامة كما سنتعرف في وقفتنا الأخيرة على عمل إبداعي يسقطه فنانون بالألوان ليرسمون به فرحتنا على وجوه وقلوب الصغار فكونوا معنا تشاهدون في هذه الحلقة تعز تحتفل بعيد الأضحى المبارك وتحيي أولى الشعائر بالصلاة في ساحة الحرية في أكبر تظاهرة فنية تعز تغني من على مدرجات قلعة القاهرة التاريخية والمهرجان الرابع يستقطب الآلاف بألوان جذابة فتيات يرسمنا على وجوه الصغار لتكتمل فرحة العيد مشاهدين شاركت تعز العالم الإسلامي احتفالاته بعيد الأضحى المباركة وشاهدت ساحة الحرية حضور الآلاف الذين أدوا صلاة العيد جماعة ناء في مشهد يعكس روح الألفة ويعزز العلاقات الأخوية والمجتمعية بين سكان المحافظة بها كذا صورة بدت ساحة الحرية بتعز وهي تعج بالآلاف من سكان المدينة الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة العيد وهي من الشعائر الدينية وأولى مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لم نكن نتوقع هذه الفرحة في ظل الاحتلال في ظل الاعتداء الحوثي والحصار على تعز لكن ساحة الحرية اليوم كانت كأنها في بداية الثورة نعيش فرحة العيد رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مدينة تعز لكن نعيشها بأقواف رائحية عيدية المناسبة التي تصادف إجازة رسمية وجد فيها الكثير فرصة للحضور والصلاة مع الجمع فامتلأت الصاحة بالرجال والنساء الكبار والصغار حضورنا جسد من خلاله أبناء تعز مدى حبهم للحياة واستطاعوا بزخم الجمع رسم صورتان عن كيفية الفرحة التي يعيشون لحظاتها رغم ما تمر به مدينتهم من أوضاع ما زلنا رغم الحرب نفرح ونبني من الضياع أمل وها هنا نحن اليوم في ساحة الحرية في تعز نعيش فرحة العيد وأقواءه ونقول لكم كل عام وأنتم بخير أحلنا بالتقاه ونحن في التقاه آخر لكن مع هذا سنعيش الفرحة صامدين شامخين ثابتين الساحة التي أعيد فيها بهذا الاحتفال تدشين الأنشطة الاجتماعية بعد توقف لعام بسبب الإجراءات الوقائية للجائحة وجد فيها الكثير متنفساً وملتقاً يجمعهم بالأسرة والأصدقاء والأحباب حيث يحرص الناس في العيد على تبادل التهاني والحديث في أجواء من الصفاء والود كما ويلتقتون الصور التذكارية في مكان له رمزيته الخاصة الساحة امتلعت تماماً فرحة الأطفال، فرحة النساء، فرحة الكبار، فرحة الشيوخ، فرحة الصمود، فرحة الحرية، فرحة الكرامة الأطفال عبروا بطريقتهم عن الأجواء التي يعيشونها رغم تراجع الكثير من الطقس والعادات الاجتماعية في هكذا مناسبة العيد هو كل فرحة، هو أسعد شيء، هو أسعد يوماً لنا، هو أسعد كلمة، هو أجمل شيء نراه دائماً سفدني أجدت من عدن لتعز أول مرة، شفت الأقواء بيتعز رائعة جداً والاحتفالات وصلاة العيد تأتي هذه المناسبة وتعز تعاني من وطأة ظروف اقتصادية صعبة ناتجة عن أسباب كثيرة بفعل الحرب والتي أدت إلى انهيار العملة وانقطاع مرتبات الموظفين وللحديث أكثر حول هذا الموضوع، نصطيف معنا دكتور رياسر الصلوي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة التعز أهلا بك معنا دكتور أهلا وسهلا بك إذا بدأنا من مشهد أداء صلاة العيد في ساحة الحرية ومن ثمن احتشال الجماهير الكبير في قلعة القاهرة ما الذي تعكسه هاتان الصورتان؟ هل يعني أن المجتمع لا يزال متفاعل مع مناسباته الدينية كما هي الوطنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكراً لكم في قناة بلقيس على هذه الاستضافة ونقول لكم عيد مبارك كل سنة وانتم طيبين وانتم وقميع المشاهدين في تعز خصوصاً وفي بلادنا هموماً ما لا شك فيه بأن مثل هاتين الفعاليتين التي كانت في مناسبة عيد الأضحى المبارك تدل دلالة كبيرة على حيوية المجتمع التعزي وتفاعله في كل المناسبات المناسبة سواء كان في المناسبة الدينية أو غيره من المناسبات الوطنية والتي نرى حشود كبيرة لحضور مثل هذه المناسبات والفعاليات وحياها بما يعكس تطوى ثقافة المبتمع التعزي وتشبثه باغتنان كل الفرص والمناسبات الحيوية للتعبير عن حضوره وعن فعاليته رغم الحرب والحصار وانهيار قيمة العمل المحلية وما تسببت به من ارتفاع جنوني في الأسعار هل يعني مع ذلك الناس يحجصون على حياء مناسبة الدينية كعيد الأضحى المباركة كيف يمكن قراءة هذا الأمر من جانب اجتماعي ومختصين في علم الاجتماع؟ بكل تأكيد بالنسبة لعيد الأضحى هو عيد ديني مهم لليمنيين والمسلمين بصفة عامة ولذلك يحرص المبتمع على الحضور في هذه المناسبة والتعبير عن الفرحة وبهجته بمثل هذه الأيام الدينية أو المناسبة الدينية من خلال المظاهر المختلفة سواء كان عبر صلاة العيد التجمع زيارة الأهل والأصدقاء زيارة الحدائق العامة بطبيعة الحال من جانب السيولوجي هذه المناسبات هي فرصة للتفاعل الاجتماعي فرصة لزيادة العلاقات الاجتماعية والحضور الاجتماعي وزيادة التواصل الاجتماعي سواء في طال الأسرة الواحدة أو على مستوى المجتمع ككل هي بمناسبة أيضا من منظور اقتصادي لإنفاق أو حركة إنفاق كبيرة بسبب ما يتم إنفاق قوز كبير من دخلات الناس على مثل هذه المناسبات سواء شراء الملابس والاحتياجات العيد فهي فرصة ل ولكن على ذكر هذه النقطة تحديدا كثير من الناس في تعز مع حلول عيد الأضحى لهذا الموسم لا يعانون من عدم القدرة على شراء احتياجات العيد كالملابس والأضاحي هل من تأثيرات وانعكاسات نفسية على هؤلاء المحرومين؟ بكل تأكيد محافظة تعز تكاد تكون الأكثر معاناة من بين محافظة الأخرى بسبب الحرب المستمرة لأكثر من ست سنوات أضف إلى ذلك الحصار المفروض على هذه المدينة وهذا يلقي بظلاله على زيادة معاناة المواطنين في مدينة ومحافظة تعز مقارنة بالمناطق الأخرى بكل تأكيد سوافهم يتعلق بحركة التنقلات أو ارتفاع أسعار السلع والتي ت... يعني هناك أسعار مضاعفة لهذه السلع بسبب الأجور النقل وغيره فبكل تأكيد مثل هذه الضعفات تلقي بظلاله على المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود والذين لا يمتلكون دخل كافي للإنفاق في هذه المناسبات لكن هناك حالة برضو من التضامن المجتمعي وهذه تخفف إلى حد كبير على الكثير من الأسر سواء ما يتم توزيع من معمونات غذائية أو التكافل الأسري وتعاون الناس بينهم من منظور اجتماعي دكتور كيف يمكن تعزيز القيم والعادات المجتمعية الإيجابية بشكل جعلنا نحافظ عليها خصوصا مع وجود مهددات واقعية كالحرب وما تحدثه من ضرب في النسيق الاجتماعي وآثار ذلك على المستوى البعيد وما في شك في أن القيم الاجتماعية أحد الموجهات للسلوك الاجتماعي والسلوك الاجتماعي بشكل عام وبالتالي هناك قيم تكافل قيم دينية تحث على التكافل الاجتماعي يجب المحافظة عليها خاصة في مثل هذه الأوقات الصعبة التي برضها المجتمع اليمني ومن الأهمية بمكان أن يعي الناس أهمية مثل هذه القيم لتعزيز التضامن فيما بينهم وخاصة في الظروف الاستثنائية التي مربها المجتمع اليمني عموما ومحافظة عز خصوصاً مثل هذه القيامة الناس بأكثر من أي وقت مضابح هذه الناس التي تعزيز مثل هذا التضامن والتكافر الاجتماعي زيادة التضامن فيما بين الأسر وما بين أبناء المجتمع الواحد ليستطيع الناس أن تقاوز هذه المرحلة الصعبة على علة وأسى أن تتغير وتتبدل من الأمور إن شاء الله خلال السنوات القادمة هل يعني ذلك أن الحديث عن لا يزل العيد مظاهر يجعل الحديث عن فرحة في مناسبة كهذا؟ هذا شجون؟ بكل تأكيد رغم قصاوة الظروف رغم الصعوبات التي يعاني منها المواطنين لكن للعيد طابعه الخاص خاصة في محافظة تعز ومدينة تعز وما حدث أو ما ترمه مثلاً في قلعة القاهرة والملتقى الرابع التي يقيمه مكتبتها هذا أكبر دليل على تطلع الناس رغم الظروف المحيطة بيوم ليعيشوا الحياة بكل تفاصيلها بكل آلاقها بكل جمالها على الرغم قصوة الظروف حضور فاعل لهذا المهرقان في موسم الرابع تفاعل كبير من الناس من أول أيام العيد مؤشر واضح على الناس ارتياد الناس من الحدائق من المتنزهات في الأماكن القريبة من المدينة دليل واضح على تطلع الناس وعلى هناك إرادة للحياة تفوق وهل هو مؤشر أيضاً على أن المجتمع التعزي ليساً مجتمع متعافي نعم المجتمع التعزي رغم كل ما يمر بيومن نحن مجتمع متعافي ويستطيع أن يتغلب على هذه الظروف بوسر سهولة متى ما سنحت الفرصة لذلك فقط مطلوب من القائمين على إدارة هذه المحافظة أو المسؤولين فيها هو أن يقولوا اهتمامهم بالمجتمع التعزي وأن يعطوا يخلصوا لهذه المحافظة ولأبناء هذه المحافظة الذين أثبتوا صمود غير عادي في مواجهة كل المحنة التي تواجه هذه المحافظة نعم إذن الدكتور ياسر أصروي أستاذ علم الاجتماع بجامعة تعز شكراً جزيلاً لك مرحباً بكم من جديد في أكبر تظاهرة فنية بتاعز احتضنت قلعة القاهرة المهرجان الفني الرابع بمشاركة الفرقة الموسيقية والفنية التابعة لمكتب الثقافة بالمحافظة وفناني ناية مانيكينا وحظيت فعاليات المهرجان الذي نظموا على مدى أيام باهتمام وإقبال الجماهر موسيقى موسيقى هي تعز حين تبتسم للحياة في مدرجات قلعة القاهرة التاريخية وعلى وقع أنغام الفرحة تعالت الأصوات وهدف الجميع من تعز للحياة وبإسم الحياة في أحد أهم وأبرز المعالم التاريخية في هذه المدينة وتزامنا لأمع فرحة عيد الأطحى المبارك كان المكان يضج بالهتافات وصيحات الآلاف من عشاق الفن والطرب ممن تستهويهم الأصوات العذبة ومعها يقضون أمتع الأوقات نسعد كثيرا بالفقرات الغنائية الفقرات الترفيهية كذلك المسابقات خروجنا مع الأهل الأصدقاء العيد لون فريد داخل مدينة تعز بإحياء الحفلات في قلعة القاهرة من سوم الرابع نستمتع في هذا العيد مع مهرجان كبير وفرحة كبيرة مع أبناء تعز رغم الظروف القاسية التي نعيشها ولكن الإبتسامة لن تفارغنا مهرجان قلعة القاهرة الغنائي وقد نظمه مكتب الثقافة بتاعز للعام الرابع على التوالي تزامنا مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك فرحة واحدة قلب واحد شعار الحدث الأبرز في هذا الموسم حدث حمل رسائل عدة أبرزها تأكيد عودة الحياة إلى تعز وعشق أبناء الحالمة للفن والسلام مهرجان قلعة القاهرة في موسمه الرابع وفي ملامحه الجميلة أصبح يحمل رسالة جميلة عن تعز الحياة تعز الثقافة تعز الفن رغم كل المنقصات المحيطة جاء المهرجان وسيستمر أصبح أيقونة تعزية جميلة جدا فعاليات المهرجان أحيتها على مدى أيام الفرقة الموسيقية والفلكلورية لمكتب الثقافة ضمن برنامج حافل تخللته المسابقات والجوائس برنامج المهرجان يتوزع بين حفلات فنية أغاني جديدة أغاني وطنية أغاني وكبتيلات وطنية فيها تكريب لهذه الكوكبة جوائز ثقافية معلومات رسائل جميلة من السعادة ومن الفرح نقدمها لهذا الجمهور في ظل كل المنقصات لكما أسلفتها حضي المهرجان باهتمام شريحة الشباب مع مشاركة الفنان اليمني عمار العزكي فعاليات الحدث الأكبر على مستوى المحافظة وقدم الفنان عددا من الأغاني التي ألهبت حماس الجماهير كان الاحتفال جميل جدا وكذلك سعت بالاحتفال لأنه كان رائع بوجود الفنان عمار العزكي والفنانين اليمنين على جدران المدرجات رفعت صور فنانين وشعراء كبار تقديرا لجهودهم في إثراء الساحة الفنية كلمات وغناء ولحن هذا العام قدمنا رسائل نكرم بها كثير من نجوم الفن والثقافة القدير أيوب طارش عبسي احتفال أيضا بالراحل الكبير عبدالله عبدالله بن عمان الفضول في ذكره إذ أنه في هذا الشهر من يوليو وفي خمسة منه كانت ذكرى وفاته نحتفي بالمشيقار أحمد فتحي نحتفي بالفنان القدير أمال كعدل ونقدم رسائل تضامن ومحبة ونجد كل يوم لهذا النقم ولهذا الرمز الثقافي الرائع الجمهور أبد ارتياحه لمثل هذه التظاهرة الفنية معتبرا أن هذا المهرجان هو بمثابة متنفس لتعز وتعبيرا صادقا عن حب أبناء الحالمة للفن الذي هو رسالة حب وسلام من تعز إلى العالم المواطن اليمني بسيط جدا أبسط الأشياء تزرع في قلبه السعادة ومدينة تعز وسكانها بحاجة ماسة إلى مثل هذه المهرجانات التي تقام كي تعيد لهم الفرحة والسعادة وتزرع في قلوبهم القليل من الأمل خصوصا في هذه الفترة التي تمر فيها المدينة بحصار وحروب ما إلى ذلك الجميل في هذا المهرجان رسالته الإنسانية المعبرة عن الأمل وذلك بإقرار اللجنة المنظمة التبرع بنصف قيمة التذاكر لصالح مرضى السرطان ومركز الأمل في تعز تعتبر الحدائق والملاهي وجهة الأسر المفضلة لقضاء إجازة عيد الأضحى المباركة ولأن الصغار هو من تحرص الأسر على إسعادها في مثل هذه المناسبات فإن تشكيل على الواجه ورسم الملصقات المفضلة هو ما يجذب الكثير بالفقرة التالية سنصلت الضوء على جهود بعض الفنان المبدعين في رسم الفرحة على وجوه وقلوب الصغار ولأنه عيد لا تكتمل فرحة الأطفال فيه إلا بالرسم على الوجوه في حديقة جاردن سيتي وفي هذه الزاوية تحديداً تتخذ ورن الصلوي هي ومجموعة من صديقاتها الرسامات مكان لهم وهو المكان الذي يجذب عشرات الأطفال من مختلف الأعمار أعمل هنا بالحديقة رسم أوقوها أطفال أنا وبعض بعض الزميلاتي بالأعياد دائماً موسم وماشاء الله كل الأطفال يرسموا غير الأيام العادية البعض يرسم والبعض لا الأطفال ينبسطوا بالرسومات حتى أنه يعني تشوفهم أول ما يخلصوا على أطفال يرحوا يقروا ويلعبوا كذا فدائماً تشوف البسمة أول ما يخلصوا يرسموا تعتمد رنة على الألوان وعدد من الأقلام والفرشاة في وضع لمساتها على وجوه الصغار تقول رسامة إنها وزميلاتها يعملن على إسقاط الأشكال المرغوبة لدى الأطفال وتميز وجوههم بها بما يزيد من سعادتهم ويرسم الفرحة على قلوبهم وملامحهم نحتاج اللماعة والريش والعلب والألوان نصحتني في بهم وحتى هي رسامة كذا يعني دارسة جرافيكس نأخذهم مائية يعني أول ما تغسلوا بالماء يروح على أطفال الأغلبية يطلبوا فراشات واللقطط والأولاد يطلبوا الجوكر الكثير من الأولاد يفضلون رسمات الجوكر وهي أشخصية مستوحى من مسلسلات الأطفال فيما تميل الصغيرات إلى رسومات الفراشة وغيرها من الأشكال التي تناسب أذوق الفتيات الأطفال غالباً ما تقدر تقنعهم أساساً لو قلوا يرسموه لأنه في أطفال يتابعون الكرتون فكل واحد يجيش ترسم الرسمة اللي هي حق بطلة المفضلة أحب أن أرسم بواقير رسمة الجوكر عشان أفرح بالعيد العمل في هذا المجال يزيد في أيام العيد عن بقية الأيام ومع ذلك فالفتيات يواضبنا في هذه المهنة طيلة السنة هو العمل الذي يتكسبنا منه ويوفر لهن مردود لا بأس به يعينهن في مصاريف الدراسة ويساعدنا من خلاله أسرهن مننا السبعة بس الآن لن نلعيد يعني وبعد العيد نتحول إلى أربعة وخمس كده نحن نتسلي هنا بوقتنا كمان إلا كانت بالنوع عمل إضافي ونحن ندرس كمان كده فهو ممارسة هواية وبنفس الوقت داخل مادي يعني مش أساسي بس نوع وكمان يعني نساعدها لنا بالبيت وكده تعتبر مهنة الرسم من المهن الإبداعية التي تعتمد في الأساس على الموهبة وتتطور باستقل والاستمرارية ومتابعة كل جديدة هذه الأشكال نحن نتفرق دائما من النت بس لنا الناس دائما يطلبون نفس الرسمات مثلا الأطفال شافوا الرسمة واحد مثلا رسم رسمة كلهم يقولون نفس الرسمة عرفت الغر اللي يقول لك على ذاقك قد نحن نرسم رسمة جديدة الأسر التي تصطحب صغارها للحدائق لقضاء إجازة العيد تحرص على إسعاد الطفل من خلال ألعاب التسلية والترفيه وكذا تلوين الواجه بالأقناعة الجميلة والألوان المرغوبة والمميزة رسمت حرفي بي على اسمي والعابي الجميع مع اللي قعولي مع بنات خالتي نجيب على الأطفال للحديقة عشان نلاعبهم ونرسم البسماء على وقوههم يعني هو العيد عشان نحسو بالفرحة والسرور بالعدادة الفتيات هنا أكثر من يتجه للعمل في هذا المجال كون الرسمي والاشتغال به يتطلب خيالا وأسع وقدرة على التمييز في الألوان وانتقاء ما يتناسب والأذواق المختلفة إلى هنا نكون وإياكم مشاهدينا قد وصلنا إلى ختم حلقتنا لهذا الأسبوع حتى الملتقى في حلقة مقبلة استودعكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة